اه طيب. سلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته. ازايك يا صحابة عمني ايه? انا احمد شيتو. لو انت زهقت من شكل الفولدر او فولدرات الالعاب اللي عندك على البي سي بتاعك وحابك اتغيرها لشكل روش كده وشكل جميل زي الشكل اللي يزهر قدامك حالا ده. فهدهب اوضوع حالة ان شاء الله هقول لك في خطوة واحدة بس. او خطوات بسيطة جدا جدا جدا. ازاي تغير شكل الفولدرات عندك من الشكل بتاعها المعتاد او اللي احنا عارفينه للشكل الجميل وشكل كده مختلف يعني. فتابع معي الشرح. اه طب يا جماعة ورجعنا طوله بعد الانترو كالعادة نخش عطوف موضوع الحلقة. طيب بصوا يا شباب انا عندي هنا ده الفولدر اللي موجود فيه كل العاب اللي عندي. طبعا زي زي اي حد يعني الشكل الطبيعي الممل اللي هو شكل الفولدرات عادي جدا. طيب نحل بقى الموضوع ده زي ونغار شكله ازاي. هنفترض مسلا ان احنا عايزين نغار لعبة زي دي مسلا يعني. هنقف عليها كده وانتكي اف اتنين عشان ناخد بس الاسم بتاعها قابي. وهناخد الاسم بتاعها كده قابي. وهتيجي تفتح عندك يعني اي براوزر وهتيجي هنا في جوجل وتحط الاسم اللي احنا اخدناه قابي. بس اهم حاجة هتحط بعد كلمة الاسم بتاعها دي تحط اللي هي كلمة وكانتقول هنا انتر. هتخش بعد كده عندك فوق هنا على بص غالبا هتخليك في اول تات اختيارات. الموقع اللي هو اسمه ده يعني غالبا ده ده افضلهم يعني. ان طبعا ممكن تاخد اي حاجة من الحاجات دي بس نصيحة يخليك افضل في الموقع اللي اسمه ده. المهم احنا مسلا هنشوف اني صورة انا هفترض من الصورة دي اللي عاجباني فيهم. هضغط عليها هنا كده. هتظهر له هنا هو. هقول له هنا كده وهقول له هنا وهنزله على وطبعا لازم يكون الامتداد بتاعها هو طبيعة الحال هيكون الامتداد بتاعها كده يعني. بس دي حاجات يزدخل بالك منها يعني. المهم بعد ما هتنزلها معك هنا كده. هتيجي هتخش على الموقع ده. الموقع ده انا هسيبولك فيه صندوق الوصف. وركزوا معي يا جماعة ما تاخدوش اسم الموقع من فوق تكتبوه خلاص. لاني لاحظت ان فيه مواقع يعني زي ده كده بس مش نفس الموقع. اشياد في الموضوع خشوا على الموقع اللي هسيبولكو فيه صندوق الوصف. ما تخشوا على اي موقع تاني. هو هنا طبعا بيقولك ان هو يعني يرفع تعمل او تعدل فيه صورة لحد خمسين ميجا بايت. طبعا الصورة بتاعتنا اكيد مش هجبين مساحة دي خالص يعني. المهم هنقول له هنا كده وهتيجي عندك على الديسكوتوب ونشوف الصورة يا حسنا مرزينا فين. اه يا شبابي حتى مساحيتها ما جابتش واحد ميجا بايت يعني. المهم هتختارها هنا كده وتقول له هنا اوبن. وهتقول له هنا بعد كده ابلود. هو طبعا هنا بيقولك السنة بس سواني على ما ارفع الصورة يعني طبعا هي ترفعت بسانية لان طبعا مساحيته صغرة جدا. المهم بعد ما ترفع هتطلع بالشكل ده هنا كده. ما تجيش جنب اي حاجة. انزل تحت هنا خالص كده. وقول له هنا اول اختار له اي سي او. او اللي هو اختار لكلمة ايكون يعني. اضغط عليها. وهتيجي عندك هنا كده تقول له دولود يور ايكون. هاللي اي خاص نجيت معنا هنا هو في بتاع دولود اضغط عليه هنا كده. هاللي ايها جيت معنا هنا هو. هناخد ها مسلا كنترول اكس. ونرجع هنا تاني كده الفولدر بتاع العاب. طيب هنحطها فين بقى شباب. بصوا جماعة حطوها جوا الفولدر بتاع اللعبة. طب ده ليه اشيطو او بصوا يا شباب. انتو لو حطوها مسلا عندكم على الديسكوتوب مسلا او حاجة. وغيرتوا بها شكل الفولدر. وجيتوا بعد كده الاي سبب ما اه نزلت نسخة بقى فالصورة دي اتمسحت او اصلاها اتمسح يعني. فالفولدر هيرجع تاني لشكله القديم. فعشان تضمن ان هي دي بتفضل دايما بشكلها البتاعها اللي هو الجديد اللي احنا عملناه يعني. فحط دايما الايكون دي جوا الفولدر بتاع اللعبة. طيب بعد ما حطنا جوا فولدر اللعبة كده اطلع بره بقى. هنيجي هنا كده على الفولدر بتاع اللعبة. نقوله هنا كليك المين. وهنقوله هنا كده وهنيجي بعد كده هنا على ايكون. واخدوا بالكم كمان يا جماعة بالمناسبة يعني ان الطريقة دي اصلا تنفع لكل الويندوز. يعني حداشر عشرة آآ سابعة بقى تمانية. كل الويندوز هيشغل عليه الطريقة دي. المهم بقيت قوله هنا كده وهتيجي تخش عندك هنا مسلا لو انت عندك على الديسكوتوب مسلا دي تخش عندك على ال اي. وهكذا تخش على الجيمز. فين ريس ان دي ايفل. آآ ريس ان دي ايفل اربعة مسلا هيعت. وهنيجي نختار اللي هو الملف اللي هو الايكون ده او اللي هو ايكون اللي احنا عملناه وحطنا جواه الفولدر. ونقوله هنا كده اوبن. بقى كانت قوله هنا كده اوكي. ابلاي اوكي. طبعا لقيتوا تطبق معك على طول تمام. ما تطبقش معك ام يكليك المين بس كده. هتلاقيه ظهرت معك. فشافينا يا جماعة شكلها عامل ازاي? شكلها جميل جدا. شكل الفولدر بقى في حتة تانية خالص يا جماعة. خدوا بالكم كمان انتموكم ما تبقوش حاسين او بجمال الموضوع. لان الفولدرات كلها هنا بالشكل القديم ودي بس اللي اتعملت. انما انت لو مغير كل الالعاب اللي عندك دي كلها. وميديها بقى الشكل الجديد ده او اللوجو الجديد. هتلاقي بصراحة الموضوع عندك بقى في حتة تانية خالص. باش رابدك اشرح النهاردة يعني او طريقة النهاردة حاولوا بقى اتغيروا كل الفولدرات اللي عندكم دي كده للوجو بالطريقة اللي اشرحتها معكم يعني والدنيا سهلة جدا. فيعني لو عجبكم اشرح ما تبخلوش عليا بلايك كومنت جميل ازاي كده اشتركوا في القناة انتم مشتركوا فعل زر الجرس وبس كده يا شباب.